اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وللتقيكم في الحلقة جديدة من برنامج يكون عشر سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد تكلمنا قد تحدثنا عن يعني بدأنا حلقات في الحديث عن الجسور العراقي منذ عام 1921 لغاية الآن هذا الدستور الذي كتب يعني من عام أو قلنا من عام 1921 لغاية عام 2003 كتبت خمسة دساتير عراقية خلال تلك الفترة يعني بحدود ثمانين سنة وتحدثنا يمكن مطولا عن دستور عام 1925 والمناسبة قبل الانتقال يعني كنا قد وصلنا إلى يعني ما بعده 2003 بالمناسبة في الانتقال يعني قبل الانتقال إلى الحديث عن ما بعد الفين وثلاثة في عام 1925 عندما قررت دستور هذا وقررت يعني قررت يعني قررت في العراق دستور عام 1925 هو طبعا لم يوضع بطريقة التشريع الشعبي والحور هذه يعني بريطانيا لم تسمح بها الحقيقة كنا تحت الاحتلال لكن مع ذلك البصمة العراقية والروع العراقية كانت واضحة به واللي كتبوه عراقين ويعني ساهم ومساهمة كبيرة في جعل الدستور عراقيا ويخدم العراق والعراقين وليس بريطانيا الحقيقة بريطانيا اكتشفت هذه القضية واضطرت إليها وحاولت تأخير تطبيق هذا الدستور بكل طريقة سلطات الاحتلال حاولت البريطانيا تأخير هذا الدستور لأنه لم يكن تلاءم مع مصالحها وبالذات مصالحها في قضية النفط كانت هناك استثمارات تعلق بامتيازات النفط واستثماراتها يعني خاصة في الشمال كانت تريد تطيها إلى شركات معينة الاستثمارات ولذلك كان وفد من القوى الوطنية قد ذهب إلى رئيس الوزراء في وقتها الهاشمي ياسين الهاشمي طلبه من عند الإصراع في تطبيق الدستور وفعلا طبق الدستور ويعني لم تستطع بريطانيا رغم أنه هي مسيطرة على العراق أن تقف ضد إرادة تطبيق هذا الدستور وطبعا شملت خضح هذا الدستور لبعض التعديلات الكثير ربما من التعديلات مع مرور الزمن بعد الاحتلال مباشرة بعد احتلال العراق عام 2003 مباشرة وضع بولو بريمر الحاكم الأمريكي سيئة الصيط حاكم الأمريكي للعراق وضع ما يسمى قانون إدارة المرحلة الانتقالية عن أكثر من 62 مادة وضمن تقسيمات وضمن طوائف وقسم العراق بي طوليا وعرضيا حقيقة وفقيا وعموديا قسم العراق بهذه الطريقة شيعة وسنة وكرادو وتركمانو مزق المجتمع العراقي وقانون إدارة المرحلة الانتقالية هو يتقصد هذه الموضوع وقالوا أنه يعني يجب كتابة دستور أنه إحنا مادم ذهبين الانتخابات الأمريكان كانوا اللحون على هجراء الانتخابات وبوش يعني المجرم بوش كان اللي أمر باحتلال العراق وكان قائد احتلال العراق هو بريطانيا اتفقوا على أنه يعني حتى يقولون أنه بلد ديمقراطي وحوالناه لديمقراطي يجب أن تجري فيه انتخابات وكيف تجري انتخابات إلا ما يكون هناك دستور فضغطوا لإخراج دستور لوضع دستور للعراق فشكلت نجلة لجنة من قبل الحاكم الأمريكي بولي بريمار لوضع الدستور حتى تجري الانتخابات بعدها المهم هذا في الدستور هذا الكثير يعرفون أنه هذا الدستور وكلهم اعترفوا وكثير من الشخصيات العملية السياسية اعترفوا أن هذا الدستور جاءهم مكتوبة من اللغة الإنجليزية وترجم من قبل واحد عراقي حقوقي يعيش في أمريكا وله الجنسية الأمريكية ترجمه الترجمة حرفية وأرسل إلى العراق وهذه اللي كانت التي شكلت اجتمعات للتعديل أو لإضافة شغلات ديباجة لهذه الترجمة الأمريكية اللي وضعه واحد شاب صغير يهودي أمريكي شيلدمن واللي كلفه بولي بريمار اللي كتابت هذا الدستور وهو لا يعرف بالعراق شيئا لكنه كتب هذا الدستور واعتمده هذا الدستور كان من البداية كارثة كبيرة على العراق والكوى المناهضة للاحتلال وفي مقدمة هيئة علماء المسلمين نبهت إلى هذا الموضوع وظلت تقاتل من أجل عدم إقرار هذا الدستور وعدم الالتزام به وعدم الموافقة عليه لأنه فيه خراب العراق فيه دمار العراق فيه كل مشاكل وألغام التي ستثار على العراقين ربما عشرات المواد يعني تحتاج إلى وضع قوانين لحد الآن لم توضع قوانين إليه وهناك خلافات كذا أثار الكثير من موجات الخلافات والجدل والتفسيرات المختلفة في هذا الدستور الحقيقة وأول نقطة ربما يجب أن نتوقف عندها كل الناس كل دستير الدنيا تبنى على أساس المواطنة إلا الدستور العراقي يبني على أساس المكونات وكأن العراق حالة فريدة بالعالم العراق يعني البلد الوحيد اللي بمكونات طائفية وقومية وعرقية أبداً كل دول الدنيا أكثر من العراق والعراق ربما أقل بلد فيه مثل هذا لكن هم أرادوا أن يصوروا أن العراق وتحدثوا عن كلمة موزايك ومعرفة هذه الكلمة التي أفرغت من معناها مثل ما أفرغ الدستور من معناه تحدثوا عنها وهذا الدستور هو الذي يسيه كذا وبالتالي ذهبوا للدستور قبل الدستور كان يجب أن يجرت استفتاء على الدستور فجرى استفتاء على هذا الدستور الحقيقة هم خاليهم شروط في الدستور أنه إذا تلث محافظات لم توافق عليه الدستور لا يمشي لا يمكن قبوله يسقط هذا الدستور عندما طرح الدستور إلى الاستفتاء محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين رفته ومحافظة الذقار رفته والموصل رفته سلطة احتلال إنما علمت أن محافظتين من البداية ظهر أنه رفط رفته هذا الدستور وعرفت أن الذقار قد رفضته والموصل قد رفضته سحبة الصناديق أوقفت الاستفتاء وسحبة الصناديق إلى المنطقة الخضراء وجرى بعد ذلك الإعلان بأن الموصل قد وافقت على الدستور وذقار وافقت على الدستور وهي كذبة كبيرة زورة ولذلك من البداية هذا الدستور متهم بالتزوير يعني هو غير شرعي لأنه ضد إرادة العراقين العراقين كانوا ضده يعني سقط الدستور لكن هم كانوا يريدون أن يمضي هذا الدستور يعني حتى لو لم يصوت عليه عراقيين واحد لكانت سلطة الاحتلالة قرت وقالت أن كل العراقين وافقوا عليه وبالتالي أقرر هذا الدستور وقوى يعني أقول هكذا الأحزاب الكردية هللت لهذا الدستور لأنه وضعت به فيدرالية وهم استعانوا الأكراد الوحيدين استعانوا بخبرات حقوقية وجابوا معهم خبراء أجانب حقوقية وضعوا لهم الفدرالية وكذا هم كانوا يعتبرون هذا الدستور نموذج لكي يخدمهم في قضية انفصالهم على العراق وقضية ما يسمى بالأقليم واستقلال الأقليم والأحزاب الشيعية الحقيقة التي مرتبطة بإيران غيرها ولديها ميليشيات أيضا فرحت لهذا وكانت مهوسة بالانتقام مهوسة بالسرقة والفساد الحقيقة كان هذا الدستور يلبي طموحاتهم يلبي الخطاب الطائفي الذي جاءوا من أجله وهم قالوها يعني جئنا بلا قاعدة لكن اتكأنا على الطائفية فهذا الدستور يؤجج الطائفية يثير الطائفية فجرى بهذا الشكل بعض القوى السنية وأقصد الحزب الإسلامي كان أيضا بالعملية السياسية وهم قالوا أنه لا نشترك استفتاع على الدستور ولا نقبل بهذا الدستور ولا نشترك بالانتخابات ولا نقبل بهذا الدستور لكن فجأة وإذا بهم يوافقون على الدستور لماذا؟ قالوا لأنه ضيفت لدينا هو الدستور فيه 139 مادة صوتة عليها وضيفت له خمس مواد طلع 144 مادة هذه المواد فيما بعد قالوا أنه هذه المواد لا تسوي شيء وغير شرعية لأننا لم تطلع عليها مجلس النواب أو المجلس التأسي هذا المجلس اللي شكله للطلاع علىها والموافقة على هذا الدستور لم يطلع على هذا فلذلك احنا مو شرعية هاي المواد ومن ضمن المواد إمكانية تعديل هذا الدستور فلذلك الحزب الإسلامي بدأ يروج أنه هناك إمكانية لتعديل هذا الدستور لذلك وافقنا عليكم ومشينا واشتركوا بالانتخابات التي جاءت عام 2005 وبدأت الكارثة الحقيقة ربما يعني يعني صحيفة لوس أنجلس تايمز كتبت مقالا في ذلك الوقت في يوم التصويت على الدستور قالت به بالنص وهو ما سأختم به هذه الحلقة وسأكمل الحديد في الحلقة الأخرى قالت بالنص في مقالها أكتبها أحد الذين ساهموا في مناقشات حول مسودة الدستور أمريكي واحد من الخبراء الأمريكان قال غدا بالنص قال غدا سيذهب العراقي للتصويت على دستور لم يقرؤوا ولم يكتبوه ولم يساهموا في مناقشة بنوده ولا يعرفون شيئا عن معتواها بهذه العبارة أختم هذه الحلقة لتركيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة